ما أنا عايز أقول لك على حاجة كل نادي بيجي كل سنة أنا مش متكلم على أهلي بس يعني بس بشكل عام كل نادي يريت اللي عنديها التطبق ده تقول لك أنا مش هرفع سقف التعاقدات سواء ملين أو على مستوى معدل الأعمار وهنزل بالكلام ده كله تبص على أهلي زمالك أي نادي أنا مش دين مشكلة بتاعت سنة مشكلة تانية إنه هو بيع كل شوية واشتري كل شوية بلغ فيه حدا عايز نيعملوها معظم أنديت العام بتاعمل كي لا لجاب أكتر من اللعيب أجنبي تحت السن من غانا ومن هنا ومن هنا ومعارم فقندية مش كويسين في الدرجات قدنى ومش هتلاقيقهم مع الفريق ما أثبتوش ما أثبتوش لتنين دول على فكرة الموضوع بتاع يعني عارف أنت بلغ سنت بتروح تعمل معايشة الحاجات دي موجودة أصل الحاجات دي موجودة اللعيبة اللي هي الفرز الأول بتطلع على أوروبا فأنت لازم تلحق من دلوقت إنما تروح بقى تعمل معايشة في أكاديميات وتلف في غانا وتلبس للكاب ده كلام كله بنقول للجمهور إن إحنا ببنكة إننا شغالين أو أنت عشان تجيب لعيب من غانا محتاج تكيب حاجة من غانا؟ أنت عشان تجيب بدلة من أمريكا لازم تسفر إلى أمريكا دلوقتي؟ نا ولا هتجيبها وانتقعد؟ أيوان يعني كل حاجة موجودة وقال مكة أدرب شعبها زي ما بيقولوا اللي رايح غانا يضحقوا علي صح؟ رايح الكاميرا اللي يضحقوا علي رايح أي مكان ثم أنا أجيب ناس هناك بحق الصفر هشاغل واحد هناك أعمل أكاديمية هناك كلام ده كله منظر فين اللعبة الاتنين اللعبة اللي يجابوا من نادي الأهل داخل السن؟ فين اللعبة اللي قال لك كولر معجب بيه ويطلعوه ينزلوه ويطلع نار منبقه كلام سوشيال ميدي الغريبة مثلا إنه لما بيبقى فيه لعيب فعلا ينفع زي مثلا دريم عبد عزيز عيسى لما دخل أكتر من نادي مصر في الموضوع وكلهم دخلوا فوقت واحد فرئيس النادي قال لك يالك واحد ونص مليون دولار يعني أنا هروح أجيب لعيب من غينا كنادي مصر بواحد ونص مليون دولار ده نجيب من أوروبا دريمزي كلها أصلا مش بواحد ولكن انت لو دخلت اه لو دخلت الرجل بمليون دولار هيديك الفرقة وانت ماشي فدي غريبة جدا صرا شغل وقرة كريم اللي بيحصل في الكرة ده في مصر ده شغله وقرة جايلا وده سوابه ايه؟ ان انت هنا عليت الأسهار قوي فالوقرة بقوا يشوفوك بره ده على مستوى اللعيبة والمداربين كمان عشان كده عايز اقول لك على مفاجئة انت خد بقى انت أضعف أضعف بيتدفع زي الأسهار التي بتدفع في الخليج تقريبا يعني أقريبة منها طب عايز اقول لك على مفاجئة ان كان فيه اجتماع خلال أيام اللي فاتت ما بين الوزير والربطة واتحاد الكورة كان فيه كلام كبير جدا 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 على قانون اللعب المالي النظيف هايل لان طبعا ده يعني عايز اقول لك ان وزارة شاوب الرياضة بتدفع من معاه الاندية يعني هو حتى تقال نصا كده احنا بندفع لناس فشلت تجيب موارد فخلاص اللي معاه يشتري اللي ما معاهوش ما يشتريش فانت هتقدر تجيب دخل الناديك اشتري بي الصفاقات زي ما بيحصل في كل هندية العالم الاهلي باقي يجيب الزبالك يجيب برامد زي اي نادي يجيب طالما الدخل بتاعه مغطي مصاريفه هو حر يعمل اللي هو عايز يعمل ودي لو اتبعت هتبع حاجة عظيمة جدا